إيه لك في مارس الكولر في الأعلي؟ بص لما تيجي تتكلم على ميستر كولر هو مدرب كويس وناجح لحد الوقت مشترك في كل البطولات أو بنفس في كل البطولات اللي هو مشترك فيها وماشي فيها كويس جدا بص هو محظوظ محظوظ ليه؟ لأن عنده أوراق ولسه كنا بنتكلم دلوقتي فنيا في كل مركز واحد واثنين وأقوى من بعض حتى لما بتحصل عنده إصابات يغيب مثلا طاهر يبقى موجود بيرس يغيب بيرس تاوي يبقى موجود طاهر يغيب حسين الشحات يبقى موجود مش عارف عبدالقادر يبقى عبدالقادر مش موجود يبقى شريف وقفشة عندك حلول وجابه الباكرايت عبدالفتاح بتاع سموحة عندك كل الحلول في كل المراكز واحد واثنين وثلاثة فما عندكش مشكلة أنا ما بتعرضش كمدرب في مشكلة وكمان كل نموذج منهم نموذج كويس يعني يعرف يعمل معاك الفارق هو الراجل كمان مميز تاكتيكي أيوة يعني برضو عشان نبقى صدق انت راجل مدرب وفهم انت ممكن معاك لعبة كويسة بس انت لو مش مدرب كويس مش تقف تتعامل معاهم وكمان خد بالك انت عندك مشكلة كبيرة جدا لما بتتعامل مع نجوم كبار أصعب كتير وازاي هتقعد واحد منهم ومش عاملك مشكلة يعني خد بالك برضو غرفة الملابس دي كنبيلة موقوطة مش كلام سهل يعني ايه واحد تفتكر اللي بيقول غرفة اللبس وقط اللبس صف شارف